كما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أمله في أن يشهد عام 2023 المزيد من الجهود في مجال العمل الأهلي لافتا إلى أن مصر تدفع ثمن الأزمات العالمية مثل باقي دول العالم نحن كنا قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات يمكن تكون محتاجة مننا أن نبذي الجهد أكتر من 2022 لأن زي ما أنتم شايفين الأزمة التي نحن نتكلم عليها أزمة كبيرة قوي قوي وليها تدعيات على العالم كله وأنا تكلمت في هذا الموضوع لكن ليس سأتكلم فيه آخر أن هذه الأزمة أزمة كبيرة وليها تأثير كبير وبالتالي إذا كانت منظرات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22 أنا متصور أنه محتاجي يتضاعف هذا الجهد خلال 23 أنت قلت فيه 14 مليار هتقدموهم مش كده دكتور مصطفة هتقدموهم والأنا بدعو للجميع للمساهمة أكتر وإحنا من جانبنا كحكومة أول حتى من سندوق زي سندوق تاحية مصر وباية السنة دي نكمل الرقم ده أكتر من كده مش عايز أقول رقم محدد عشان المساهمين يزودوا وعشان كمان الحكومة تبزي الجهد معنا فإن إحنا نخلي الحركة وتواجدكم التنفيذي اللي أنا بهنيكم عليه وأنا يعني أنا على اتصال بيكم بكلم كتير من الكيانات ديت وقدردش معاها وبسمع وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين زي ما حضرت كده الجمعية اللي بتعملوها بتاعت النتو تعملو جمعية وجمعها فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده فيعني امتابع وشايف إنها أفكار السيدة رضا يعني وكل اللي موجودين عشان بغسب تحد أفكار جميلة جدا جدا وتتناسب مع ظروف المجتمع